ده اجي بطل فيلمنا النهاردة وفيلمنا بيبدأ في منطقة فقيرة جدا والناس بتلاقي اجي طفل رضيع ومرمي في الشارع وفيه زابط بيشوفه وبيكرر ياخده ويربيه ويعامله زي ابنه لكن اول ما بيرجع البيت مراته بترفض يعيش معاهم وبتقوله يدخله دار ايتام ولازم يختار بينهم هما الاثنين فبيصمم على قراره وما بيرداش يتخلى عن الطفل بالرغم ان مراته بتكون حامل وفي الوقت ده هي بتاخد شنطة دمها وبتكرر تسيب البيت وتمشي ومع الوقت اجي بيكبر وزابط بيهتم جدا بيه ولما بيدخل المدرسة بيتعرف على واحد صاحبه اسمه شلوك وامه كانت شغلة في اعمال مشبوهة لكن تابت وما بتكونش عارفة مين ابوه وللأسف هما الاتنين كانوا بيتعاملوا بطريقة وحشة جدا في المدرسة لانهم مولاد حرام والاطفال بيدربوهم وما حدش عايز يصحبهم فبيكرر اجي مايكملش تعليمه وبيختار طريق للحراف اللي محدش هيسأله فيه مين ابوك ومين امك ولما بتعدي السنين اجي بيكون شاب صايع وبتاع مشاكل واخد الدنيا بدراعه اما شلوك بنلاقيه ناجح ومتفوق جدا في تعليمه وفي الوقت ده بيقابل حبيبته وبنلاقي شوية شباب بيحاولوا يتحرشوا بيها لكن اجي بيدافع عنها وبيفضل يضربهم ومحدش منهم بيقدر يقف قدامه لحد ما الشرطة بتقبض عليه لانه عملوها معاهات مستديمة وعلشان هم ناس اغنية بيعملولوا قضية كبيرة وممكن يتسجن خمس سنين فاجي بيهددهم لو ما سحبوش الشاكوى اللي مقدمانها هييموتهم كلهم وفعلا هم بيخافوا جدا وبيتنزلوا عن المحضر في اللحظة الاخيرة والمفاتش بيسأله ليه بتحاول تنفذ القانون بيدك لكن ما بيردش عليه وبيسيبه ويمشي ولما بيخرج من الاسم صاحبه شلوك بيزعقله علشان دايما بيتخاني وبيكون خايف عليه فبيقوله مفيش حاجة تربطني بك علشان تقلع عليا وانا ما بخافش من الموت او من السجن وقم شلوك بتعامله زي ابنها لكن بيقول لها انا ماليش اهل وبنكتشف في الوقت ده انه ما بيعترفش باي علاقات اسرية ومش قادر ينسى الماضي بتاعه وهو انه اصله مش معروف وابن حرام ومن ناحية تانية دايكة زعيم عصابة وبيكون شغال قواد وبيسيطر على منطقة كبيرة وبيمارس اعمال الدعارة وبيقدم الرشاوي للاحزاب السياسية والوزراء علشان يتحكم في الشرطة ويحمي تجارته واي بنت بتحاول تهرب من الشغل معاه بيكون مصيرها الموت قدام كل الناس وبعدها بيقابل اجاي وبيعرض علي يكون واحد من رجالته وبيهدده لو ما سمعش كلامه هيموته لكن اجاي ما بيخافش وبيقوله ما باشتغلش عبدا عند حد ولو بتهددني بالموت فانا ما اعتبر هدوم الكفن بتاعي وبعدها بيسيبه ويمشي ولما بيرجع البيت بيحكي لابول اللي حصل فبيضطر يجيب له وظيفة جديدة وبيترجى يوافق اشتغلها وفعلا تاني يوم بيسمع كلامه وبيروح يشتغل في المشرحة لكن بيلاقي الدكاترة بتاخد رشوة علشان تفرج عن جسس الناس الغلابة وبيشوف واحدة قدام المستشفى بتعيط ومش عارفة تاخد جثمان ابنها غير لما تدفع فلوس وهي ما بيكونش معاها فبيكرر ياخد الجثمان وبيطلعه لها وبعدها بيدرب الدكاترة وبيحبسهم في المشرحة ومن ناحية تانية ده واحد قواد واخد بنت اخته علشان يبايعها لإيكا ويشغالها في الضعارة لكن إيكا بياخدها منه وبعدها بيموته وبيقوم الرجالته ويتفن جسدته ولما بيخرجوا بيه من البيت المفاتش بيوصل للمكان وبيقبض على رجالته وبيرميهم في الحاجز علشان يعمل لهم قضية لكن بيكتشف ان ابوه امه مخطفين وعلشان يرجعهم لازم يفرج عن رجالة إيكا فبيضطر ياخد المجرمين وبيروح يعمل عملية تبادل معاهم ولما بيوصل للمكان بيكتشفوا انه كمين وبيكونوا عايزين يموتوه وفعلا بيسيطروا عليه وبيحاولوا يقتلوه بالعربية لكن بيجي أجيب في اللحظة الأخيرة وبيقدر ينقص حياته وبيتخلص من رجالة إيكا كلها وبيفجر المكان وبعدها بيشكروه على كل حاجة عملها معاهم وهو كالعادة مجرد من المشاعر وما بيتأسرش بأي كلام بيقولوه ومن ناحية تانية إيكا بيتضايق جدا لما بيعرف اللي حصل لكن ما بيكونش عايزي موت أجي علشان هدفه في النهاية يكون واحد من رجالته ولما بنروح لشالوك بنلاقيه بيعرض على أمه ويتجاوز واحدة صاحبته لكن بترفض لأنهم مش هيوافقوا عليه وبتفكروا بماضيها زمان لما كانت شغالة في الضعارة وفي الوقت ده أجيب يوصل لهم وبيعرف كل حاجة وبيقرر يساعد شالوك وفعلا تاني يوم بيروحوا يتقدموا للعروسة وبيعرفوا أبوها كل حاجة عن ماضيهم فبيحاول يستغلهم وبيقولهم إنه داخل مشروع بخمسة مليون وخاد من البنك كاردب أربعة مليون ولو عرفوا يجيبوا له المليون اللي فضلة هيخلي شالوك يتجوز بنته وهيشترك معاه في المشروع وفي الوقت ده بيقرر أجي إنه يلعب أمار علشان يجمع الفلوس في أسرع وقت وشالوك بيحاول يمنعه لأنه وعد أبويا بقد عنها لكن ما بيسمعش كلامه وبيكون مصمم على قراره وبيروح صالة الأمار بتاعت إيكا وبيطلب منه مليون روبية ولو خسرهم هيشتغل معاته للعمر وهيفضل خدام عنده وفعلا بيوافق وبيديله الفلوس وبيعرف الرجالة ولازم يخسروا بأي شكل لكن للأسف خطته بتبوز وبيقدر أجي يكسابهم في الآخر وفي الوقت ده بياخد المليون روبية وما حدش من رجالة إيكا بيقدر يكلمه ولما بيرجع البيت أم شالوك بتزعق له لأنها فلوس أمار وبتقوله مش عايزة شوفك تاني ولازم تبعد عن ابني حتى بوبي يفضل يضربه وبيقوله أنت ابن حرام وأنا غلطاني من ربيتك واخسرت مراتي وابني اللي بفطناها علشانك وبيطرده بره البيت وبيهزه قدام كل الناس وهو بيكون مصدوم جدا ومن ناحية تانية إيكا بيكون متضايق وعمال بيزعق لرجالته وبيموت فيهم لأنهم سابوا أجي ياخد مليون روبية ويمشي وفي نفس الوقت أجيي بيكون زعلان لحد ما أبوه بيروح يتأسف له وبيطلب منه يسامحه وتاني يوم شالوك بيروح لأبو حبيبته وبيديله المليون روبية علشان ينفذ وعده ليهم وفعلا بيوافق وبيخلي يمسك المشروع وبيكبر وبينجح معاه وفي نفس الوقت أبو أجيي بتجيله رسالة من بنته ساندي إنه أمها بتموت ولازم يروح يشوفها لكن بيكون رافض لأنها سابته واتخلت عنه زمان وأجيي بيعترد على كلام أبوه وبيكرر يروح لها علشان يطمن عليها وفعلا بيوصل للمحطة وعايز يسافر لكن بيلاقي رجالة إيكا حواليه وبيحاول يموتوه فبيدافق عن نفسه وبيقدر يتخلص منهم كلهم وما حدش بيقدر عليه وبعدها إيكا بيروح له وعايز يرجع المليون روبية وبيسألهم ما فين فبيكرر أجيي يتحك عليه وبيعرفوا إن الوزير اللي شغال معاه خدهم منه وبيعمل كده علشان يدفع عن صاحبه شالوك لأنهم هددوه اللي معاه الفلوس هيموت وبعدها أجيي بيسافر وبيروح لبيت مرات أبوه ولما بتشوفه بتفضل تزعقله وبتقوله أنت سرقت جوزي عشرين سنة وخليت بنتي تتحرم منه علشان يختار واحد ابن حرام زيك وبعدها بتترده برا المكان وأخته بتترجعه يفضل معاهم وما يسافرش وفعلا بيسمع كلامها وبيكون نايم قدام البيت وامرات أبوه بتروح له وبتتأسف له على كل حاجة عملتها فيه وبتطلب منه سمحها لإنها سابته زمان وفي نفس الوقت إيكا بيمسك الوزير وبيكون عايز يموته علشان خانه لكن المفاوض بيوصل في اللحظة الأخيرة وبيقول له أجيي كداب ودينا فرصة وهنحاول نسبة لك كلامنا وبعدها بنلاقي المفاوض والوزير بيخططه وبيحاوله يعرفه المكان اللي أجيي شايل الفلوس فيه فبيروحوا لأبوه وبيفضلوا يعزبه وبيطفوا السجاير في إيديه لكن في الآخر ما بيكونش عارف مكانها ومن ناحية تانية شالوك بيكتشف ان كل المشاكل بتحصل لهم علشان أجييي كسب مليون روبية من الأمار والفلوس دي كانت بتاعت إيكا فبيكرر يروح لحبيبته وأبوها وبيطلب يرجع الفلوس اللي ادهالهم وبيفسق خطبته معاهم في سبيل ينقص حياة صاحبه وبعدها بيروح لإيكا البيت وبيرجع له فلوسه وبيترجع يوقف كل حاجة بيعملها ضدهم ويسيبهم يعيشوا في سلام وفي الوقت ده بيكتشف إيكا ان أجيي كان بيضحك عليه فبيحط خطة مع المفاوض والوزير علشان ينتقموا منه ومن ناحية تانية مرتبه بتكون تحبانة جدا وشكلها تموت وبتطلب منه يحفظ على بنتها ويحميها وللأسف في الآخر بتطلع في الروح وبتفقد الحياة وهم بيكونوا مصدومين جدا وعملين يعياته وبعدها بيرجع لأبوه وبيكون معاه أخته وبيعرفهم على بعض وهم الاتنين ما بيكونوش مسدقين نفسهم لكن بيتضايق جدا لما بيعرف إن مراته ماتت وفي الوقت ده بيكتشف إن أجيي بدأ يقرب من أهله وبيعملهم بطريقة كويسة جدا وبعد فترة المفتش بيتقدم لأخته وعايزة تكون مراته وفعلا هم بيوافقوا وبيحددوا معد الجواز لكن للأسف الفرحة بتاعتهم ما بتكملش وتاني يوم إيكا ورجالته بيروح لهم البيت لكن أجيي ما بيكونش موجود وبيحاولوا يخطفوا أخته وأبوها مش عارف يدافع عنها فبيمسكوا المسدس وبيضربوا عليه النار وبيموتوه وبنته بتحاول تهرب منهم وهم بيكونوا وراه وعايزين يمسكوها لحد ما بيقدروا في النهاية حصروها وهي مش عارفة دافع عن نفسها ولما أجيي بيرجع البيت بيلاقي أبوه مقتول وبيعرف إن إيكا ورجالته هم اللي موتوه وخطفوا أخته وبيترجى ينقذها من إيديهم في أسرع وقت ولما بيقدر يوصل لأخته بيلاقيها بطوع من فوق المبنى وبتكون سايحة في دمها وبتطلع في روح قدامه وهو مصدوم جدا ومش عارف يعمل إيه وعمال بيعيط على أبوه وأخته ومش قادر يصدق إنه مش هيشوفهم تاني وبعدها بيعملوا مراسم الجنازة بتاعتهم وبعد فترة أجيب يكرر ينتقم منهم وبيروح لبيت الوزير وهو بيحاول يهرب منه لكن ما بيكونش عارف وكل رجالته بيلاقيهم مقتولين وفي الآخر أجيب يخنوق بالحبل وبيرمي من فوق المبنى وبالشكل ده بيكون الوزير مات وفي نفس الوقت بيعرف إيه كان لحصل وبيقول للمفاوض يطلع قرار بإن الشرطة تموت أجاي ومن ناحية تانية شالوك بيقابل صاحبه بيأخذ المطار وبيطلب منه يسافر بصرعة علشان الشرطة ما تمسكهوش والمفاتش بيروح له بيأكد على كلامه ولازم ما يرجعش تاني لأنهم اتفقوا على نهاية حياته وتاني يوم بيكون المفاوض في عربيته مع المفاتش وبيكتشف أن أجاي قدامه عايز يموته وفعلا بيقدر في الآخر يضرب رجالته بيسيطر عليه وبيكون ركب عربيته وهم كلهم وراه بيحاولوا يموتوه لحد ما في الآخر بيدخل بنزيمة وبيفجر المكان كله وبالشكل ده بيكون المفاوض مات وبينلاقي أجاي لسه عايش وعارف يهرب في اللحظة الأخيرة وبعدها بيركب عربية وبيكتحم بيت إيكا وبيفضل يضرب في رجالته وبيحاول يتخلص منهم واحد واحد لحد ما بيقدر يوصلوا في الآخر وبيوقعوا في الشارع قدام كل الناس لكن بيهددهم يدخلوا بيوتهم وإلا هيموتهم كلهم وفعلا بيخافوا وبيسمعوا كلامه وفي الوقت ده أجاي بيسيطر عليه وبيخليه مش عارف يدفع عن نفسه وضعيف جدا قدامه وبعدها بيمسك مسدس البنزين وبيغرقوا بيه وبيكون عايز يحرقه وينتقم منه على كل حاجة عملها معاه وبينادي على كل الناس اللي بيشغلهم في عمله المشبوهة وبيؤمرهم انهم يولعوا في كل بيوت الدعارة والصلاة الأمار ويحاولوها لكتلة نار وفعلا بيسمعوا كلامه وبيدمر كل اتجارته وإيكا بيكون متضايق جدا ومش عارف يعمل حاجة ولما أجاي بيحاولي موته بيجي المفاتش وبيهدده ويسيبه عايش علشان يتحاكم وبيكون رفع المسدس عليه وفي نفس الوقت الشالوكي بترجى أجاي يسمع كلام المفاتش لكن بيصمم على قراره وبعدها الضابط بيدربه بالنار وهو بيكون مصاب جدا ومش قادر يتحرك وإيكا عمال بيضحك وفاكر انه كده مش هيموت لكن أجاي بيقوم في الآخر وبيرمي إيكا وسط النار وبالشكل ده بيقتله وبينتقم لموت أبوه وأخته وبعدها بيقع على الأرض وبيطلع في الروح ومحدش بيقدر ينكزه وبيكون عمال يعيط وصعبنا نفسه عليه لأنه في اليوم اللي حس فيه إن عنده عيلة وبيخاف عليهم كلهم ماتوا وحياته تحولت لكابوس وللأسف في الوقت ده بيموت أجاي ومن هنا بيخلص فيلمنا لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس واستنونا في فيلم جديد